بسم الله الرحمن الرحيم وارجعت لكم فيديو جديد الفيديو المرة دي مختلف شوية كان في حد طالب مني كزا مرة وبعتلي على الانستا عشان اعمل له السبح دي كان عايز تعملها في اخر رمضان بس بصراحة انا بعتزر يعني الموضوع كان متأخر انا اعملها من فترة بس ما كنتش عارفة بصراحة ان انا نزل المونتاج بتاعها وخصا الفيديو منزلش ده كان شكلها فانا هقول لكم بقى ايه الخطوات اللي حصلت و ايه اللي تم وإلا انا عملته إلا ما عرفتش اعمله طيب طبعا الاسعار والحاجات دي ممكن تسألوا عنها بيتفاوت يعني كنت جايبة دول بس بصراحة انا مش فاكرة كان سعرهم ايه بقى لهم فترة عندي مش فاكرة سعرهم نهائي فسامحوني يعني بصوا بقى في كزا لون الوان طبعا انت عايزينها فيه احمر فيه ازرق فيه اورنج اللون ده فيه اللي هو اللون البني فيه الابيض كمان حلو قوي ففيه الوان كتير قوي ده كريستال ماشي وده خيط بيبقى عند بتوع اللي هما محلات الخيوط وبتاعة الهند ميد والاكسسورات والحاجات دي هتلاقوا عندها بصوا هو الخيط ده ساميك هو الخيط ده كان بقى مشار جنيه تقريبا بقرة كاملة ودي بتتحط مفروض في اخر السباح هقول لكم مفروض تتعمل ازاي بس فيه حاجات انا للأسف يعني ما تصورتش بس انا هقول لكم برضو الدنيا ماشية ازاي عشان يبقوا تبقوا عارفين وفاهمين الدنيا دي بتبقى فواصل الفواصل بتاعة السباحة ما هي السباحة بين كل مثلا 11 بين كل 11 خرزايا مفروض بقى فيه حاجة اسمها فواصل اللي هي بتبقى المدورة دي اللي بنسبح بيها لبتفصل فكانت دي من الفواصل دي طبعا انا جايبا بقى على العدد اللي انا هعملهم يعني هعملكوا كذا نوم منها وكذا شكل وهقول لكم نعمل ايه يعني على قد ما عرفت هقول لكم اللي حصل تماما يعني بصود ده شكلها طبعا مع الوقت الحاجات دي بتصدي فخلي بالكو يعني تجيبوا حاجة نظيفة ومن عند الناس اللي هي بتبقى الخرز هتلاقي عندها الفواصل دي وانا جبت كنت بجرب بصراحة حوار الابرة ابرة الفيعة وابرة تخينيها علشان ادخل فيها الخيط ده بس ما نفعش معرفتش تدخلها بصراحة الخيط صميق جدا على انه هو يخش فكان الحل يعني كان فيه حل تاني ان انا عامله ان انا بقصه كده الزيادة دي وبعمله بالولاعة بس ده كان اصلا محل ليه بصراحة كنت بقصت كده الحت الزيادة عشان الخيط لما بيتولع فيه بس خلي بالكو طبعا تتلسعوا اللي بيحصل بيبقى بيبقى من اخره كده مدبب بيبقى حلو جدا بصراحة برضو معرفتش يحطها في البتاع فقلت لأ حط بقى منها فيها على طول تمام فطبعا بس خلي بالكو لو هو اتعمل بطريقة بالعرض يعني لو اخره كان بالعرض هيبغز الدنيا مش هينفع فانا فضلت وراء الحد بس ما بقى مدبب فعلا بقى شبه الابرة ولا تدخل فيه الالوان عادي جدا انا بس عايز اقول للبنت اللي كتبعتلي كتعايزة مني فسامحيني لو انت اخرت عليكي في الفيديو ده واتمنى يكون الموضوع وصل الى حد ما يعني او توصلك الفكرة انا عملت ايه بالظفت على قد ما عرفته على قد ما قدرت في ناس طلبة مني برضو حاجات هعملها باذن الله الفترة الجاي فاتمنى اي حد برضو انا نسيت حاجة هما طلبينها مني يقولولي في الكومنتات يطالب مني البرواز البرواز اللي هو باسم اللي هو البرواز اللي هو اللي هو بتاع الذكرة ده بصراحة عايز 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 من على الموبايل صعب جدا صعب جدا من على الموبايل بصراحة عمله حاول فيه مش عارف يعمله موبايل نهائي ممكن يكون فيه برامج او فيه مثلا حد داني عامله بالموبايل بس انا ما حاولت ما عارفتش يعمله بالموبايل هو اعتقد الافضل ليه هو الفوتوشوب الفوتوشوب وعلى لابتوب غير كده حاسفة الموبايل صعب جدا يعني عشان نزلوا الفيديو قدت واحدة تقريبا او واحد مش فاكرة كنت طلبين مني في الكومنتات ومأخرا عليهم يعني قلت لهم بعد الليل بس بصراح حاولت بس مش عارفة عمله مش عارفة زيار دي يزبط معاه ممكن يعمله افكت بعد كده في البرنامج في البرامج يعني علشان عمله بس حاليا مش عارفة مش هاد يزبط معاه طيب انا بدأت بقى اجمع طبعا احنا بنجمع كم واحد بنجمع 11 وحدة 11 و11 و11 تمام هفصل بقى بينهم يعني خلاص اول ما جمعتهم وبعدين بحط اللي هي الواصلة بينهم هي بسيطة جدا والله مش محتاجة اي تفكير بس برضو كان لازم تشوفوها انا بعملها ازاي بصو دي الفاصل بعدين هعمل تاني زيهم 11 وهعمل برضو الفاصل طبعا اصرح حاجات لان برضو هي خدت وقت وانا عايزة انجز الفيديو كله يبقى في عشر دقيق واصلوكو الفكرة والمعلومة اللي عارف اسعار الكريستان دلوقتي يقول في الكومنتات لاني بصراحة معرفش ممكن على اقرب واحد بتاع الكريستان اللي هو بتاع الخيوط والخرز والحاجات دي تسألوه وهتعرف تجيبوه حتى ممكن تجيوه بالجرامات فيه ناس بتبيع بالجرام فممكن تجيوه مثلا بالجرامات على قد سبحة واحدة تجيبو حاجتها وتعملوها انتو بنفسكو حاجة حلوة بسيطة يعني والخط ده مش هيدر هيبقى معاكو في اي حط يعني هتستضموه في حاجات تانية فاهميني هجمع بقى اخر حد عشر انا هقولكو عملت ايه بصراحة هو اللي كانت مطلوبة مني اللي هي مكتوب عليها الاسم بالحفر اللي هو الفضة ده طبعا الراجل بتاع الفضة هو اللي بيعملها بيعملها مدورة وبيعمل وكده وهو اللي كان هيقفل هيقفل لي السبحة دي فانا هقولكو برضو فكرة تانية بصراحة كنت عايز اصوره الفيديو وهو بيعملها بس مع الاسف ما عرفتش على ما روحت كان خلصهم كلهم دي بقى الفكرة اللي انا بقول عليها الفكرة التانية او البديلة احنا هنروب وتبصوا السبحة دي هدو طريبة عادي كده ونحط دي فيها بس يعني الحلقة الحلقة اللي هي اللي في الدلية بتاع الدلية بتاعت السبحة هتتفتح وبس وتحطها في السبحة وتتقفل ما فيهاش اي حاجة هي سهلة جدا كده تبقى السبحة معانا خلصة تماما لو احنا عاملنها بالدلال بسيطة بالشكل ده فطبعا على تطريبة عادي وتحطوا بقى فيها الدلال بس طبعا ربطوها على واسع بحيث ان هو كنت انا عايزة اصور برضو وهو بيعملها بس مع الاسف ما نفعش وكنت ايلاله بس ما نفعش كنت عايزة برضو وريكو وهو بيعملها ازاي هو طبعا بقى شل الزيادات ودخل بقى فيها من نفس الخرزة ده لون تاني وحط فيها الفضة وحط زي واصلة كده بينهم شوفوها حتى ما كانش في فيديو ده كانت صورة فانا نزلتلكوا الصورة يعني في اول فيديو وفي اخر الفيديو برضو عشان تركزوا هعمل كده في كل الالوان تقريبا بس انا برضو عايزة لان طبعا الالوان برضو هي محطوطة كده في العلبة دي مش زبطة زي ما الالوان وهي محطوطة في السبحة شوف شكلها لونها حلوة قوي بجدت على الحقيقة احسن بكتير بنعمل برضو 11 وبنعمل الفاصل بينهم وهنحط اللون التاني بس هي يعني الحمد للحد ما سهلة جدا واتمنى يكون البنت استفادت الى حد ما انت مش عارفة مثلا تعملي الحالة الاخيرة دي تروح لأي حد بتاع فضة مثلا قولي له ممكن تحطي لي بس دي يعني انت مسلا جمعي دي عشان توفري برضو في السعر جدا جمعيها بدلا ما تشتري واحدة كريستال غالية لأ انت ممكن تجيب الخرس وتحطيه وتجمعيها وتربطي على كل حاجة وتربطي مسلا تسيب مسافة واسعة كده زي ما انا عاملة وتقولي له لو سمحت ممكن بس تركيب لي الحلقة اللي في الاخر دي اللي هي الدلالة في الاخر دي تمام عايزة تعملي بقى الدلالة فضة هو هيكون مسلا متفى معها قبلها هيعملها لك وتحطيها فدي شكلين شكلين من السبحة بس برضو ده شكل الدلالة عليها برضو ده شكل يعني سعر الدلالة مش غالية ولا حاجة بس الفضة بقى ممكن تكون هي عالية في السعر شوية تمام اذا كانت فضة في ناس بتعملها مطلي دهب مطلي فضة بدلا ما تكون فضة تبقى غالية قوي ممكن تبقى مطلية فبتبقى اوفر في السعر شوية تبقى نحاس مطلي كزا نحاس مطلي فضة نحاس نحاس مطلي دهب بصوا بقى لون الورنج برضو كنت مستغلسة بس انا حاولت اقدم اقدر بصوا بصوا بصرة عشان اوليكم اللون بس لونها تحفى وهتشوفوا برضو الايوانات التانية بتاعتها اللون الابيض بقى هو الوحيد اللي مختلف تماما انا هقولكو عملت في ايه في الاخر اللون الاخضر بصوا رغم ان انا كنت مستغربة قوي اخضر وبتاع بس لا اشوف شكلها لما اتعملت شكلها امر جدا بصراحة والبوني برضو كذلك بعمل بس يا دوب عقدة هو بقى الراجل هو مثلا بتاع الفضة اي حاجة يعملها لك لو حاس انها موضوع صعب عليك انا حقيقة نفسي اعملها انا بصراحة بس بحب اعمل كل تجارب نفسي بس هو بقى ما علينا الابيض بصوا لما جيت اجربها على الخط الاسود هيدي شكل مش لطيف فبصوا بصوا المدية ضي كده اسود فما كانش حلوة ممكن طالب على لونها رماضي شوية فبصراحة فكتها قلت لا مش هتنفع فكان الحل عارفيني الخيط اللي انا بعمل به له هو خط الصنارة او هو ده بقى بالضبط كان عندي منه فبدأت ان انا حطي فيه الخرص ده بس سهل جدا وعشان لونه ابيض شفاف فكاد شكلها اشيك بكتير طبعا انا بالنسبة لي سيلفر احلى لون فانتوا قولولي في الكومنتات بالنسبة لكم ايه احلى لون فيهم وتشايفينها يعني اديتلكوا فكرة ولا انتوا حسيني للفيديو مانوش لازمة يعني انا بصراحة كنت مترددة جدا ان انا نزله لانه مش كامل وانا كان نفسي بصراحة الحتة الاخيرة دي اصورها فيديو بس بس بالنسبة لي بصراحة عشان البندل طلبتها مني دي فبصراحة قلت لا انا هعمله كده وهصرع برضو في كمية كبيرة جدا عشان المعلومة توصل وتشوف برضو هي الوان الوان شكلها هي عاملة ازاي بصوا بس انتوا كده عرفتوا يعني لحد ما في كم معلومة قدرتوا تلموها اللي هو البيضة دي لازم يبقى خيط السنارة مش هينفع الخيط الاسود العادي وشكل الالوان عاملة ازاي تبقى احد عشر والواصلة والحد عشر وسهل قوي انتوا ممكن تجيبوا ليها الواصلة اللي انا كده في ايدي دي وحطها وخلاص يعني ياريتني كنت عملت واحدة كده جربها معاكم بس اتمنى بصوا بقى شوفوا شكلها بعد ما اتعملت عايزاكوا تشوفوها وتقولي رأيكو ايه هي واصلة وحط خرزة وبعدين اللي هي الفصل تاني وبتاع وحط بقى اللي هي التاك كريم دي اللي هي الفضة وبرضو حط واصلة وحط الواصلة الاخيرة في الاخر خالص اللي هي الدلية دي يعني خليها اعملها لكو افضل لو انتوا حفظين الموضوع سعى فما تنسوش تعملوا لعيك وسبسكريب القناة او مرار شيفوني انا ما يلسو دي قناة المتوضع واشكركم